يمر اليوم عقد من الزمن عن اندلاع شرارة ثورة الحرية والكرامة في سيدي بوزيد حين أقدم محمد البعزيزي بائع الخضر المتجول على إضرام النار في جسده احتجاجاً على مصادرة عربته مصدر قوته ليشعل فتيل المظاهرات ويفجر ثورة أطاحت لاحقاً بنظام حكم دام 23 عاماً مدينة سيدي بوزيد تحيي الذكرى العاشرة للثورة في ذل أحلام وأمال معلقة إلى حين حيث لا تزال أصوات الأهل تتعالى غاضبة من تواصل التهميش والإساءة إلى رمزية الثورة عشر سنين من الثورة بالنسبة لأننا عشرية عشر سنوات عجيف عشر سنوات بدون تنمية عشر سنوات بدون استخمار عشر سنوات بدون تشغيل عشر سنوات قطاع الصحي بالدور عشر سنوات قطاع التعليم بدون عقد من زمن الثورة الذي يمر دون أن يغير ولو النزر القليل من واقع أهل مدينة سيدي بوزيد يترافق مع موجة احتجاجات واعتصامات سادت أغلب القطاعات والجهات منذ فترة منادية بتحقيق التنمية والتشغيل أدت إلى غلق بعض مواقع إنتاج الغاز والفصفات والنفط عقد من زمن الثورة يأتي في وقت تشهد فيه تونس أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية زادت التجاذبات داخل البرلمان من حدتها مما دفع الاتحاد العام التونسي لشغل إلى إطلاق مبادرة للحواء ظلت روح مكانها ووسط دعوات إلى استثناء مكونات سياسية منها عقد من زمن الثورة قد يجز القول ولو بتحفظ أن التونسيين اتفقوا منذ عشر سنوات على لتاحة بنظام حكم وتفرقوا على مداه في سياغة رؤية وبرامج